أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيادة تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في طالي استعداد للامتحان موحد الإقليمي لنيلة شهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للمستوى السادسة دورة يونيو ٢٠٢٣ نشوفوا نموذج لمادة التربية الإسلامية بالنسبة مادة تربية إسلامية كتديف ورقة واحدة مع مادة لغة العربية في كل مجموع ٦٠ والتربية الإسلامية كتديف النقاط دي على ١٠ واللغة العربية ٥٠ وفي الأخرى كتديف النقطة على ١٠ إذن بالنسبة للنموذج نخلي لكم على شكل بدأة في صندوق الوصف لكي يخدموا النموذج النماذج وكي نماذج أخرى لأعتفدكم وكذلك نشوفوا نصائح لأعتفدكم بالنسبة للمادة التربية إسلامية خذكم تحفظوا القرآن الكريم تحفظوا الدروس لكم وأنا عملكم في القناة يعني طريقة حفظ سهلة عن طريق الجواب يشوف نصك حفظ أولى ندو على بركة الله وضعي في الإنطلاق رفقت والدك في أحد أيام رمضان لزيارة جديك المريض ووجدته ويته في مصحف آيات من سورة الملكة لكنك لاحظت أنه يشر بالحزن والقنوط وعندما سألته عن سبب أجابك خائلا لا أستطيع السيام بسبب مرض المزمن كما أنني اشتغت لحضور صلاة التراويح جماعتها في المسجد وأثناء عبدتكم للبيت صدفتكم مجموعة من أطفال الحي يلعبون الكرة في الشارع ويفعون أصوتهم بالكلام البديء فنهاك والدك عن اللعب معهم إذن عنده أول حاجة استدهار شفوي إذن استدهار كتابي إذن من تحفظوا القرآن الكريم حاولوا تكسبوا كتابة وما تشوفوا الأخطاء ديالكم يعني أرجعوا القرآن الكريم ونصحوا الأخطاء ديالكم فهذا كتحفظوه يعني كتابة وحاولوا تكسبوا بدون أخطاء إملائية وبالشكل وكتب من قولي سعالة وأسر قولكم إلى قولي سعالة وإليه النشور من سورة المؤكد إذن نكتب هذه الآية القرآنية بالشكل وبدون أخطاء إملائية عوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بدات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم إذن هذه ما الآيات القرآنية ننتقل إلى السؤال الثاني أبين حكم الراء في كلمة وأسر إذن هنا حكم الراء ماذا؟ إذن هنا يا الترقيق إذن الحكم التجويدي الترقيق الحكم التجويدي جنقات الترقيق الترقيق إذا أقول لكم تعليل هنا ما طلبش منكم تعليل تعليل لأن قبلها إذا نكتبه لأن قبل مسبوقة بكسر لأنها مسبوقة بكسر لأنها مسبوقة بكسر نعم هذا بالنسبة تجويد أو قاعدة التجويد ننتقل إلى السؤال الثالث نشرح ما يلي مناكبها يعني طرق ومسالك إذن طرقها ومسالكها طرقها ومسالكها ومسالكها إذن نعم شو بالنسبة وإليه النشور إذن النشور إذن هو البعت إذن البعت إذن البعت وممكن نكتبه كذلك إليه تبعتون من القبور إذن عن تقل السؤال الرابع استدل من الآيات السابقة على ما يدل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب إذن قال تعالى وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذاتي الصدور إذن نكتب هذه قال تعالى وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذاتي الصدور هذه الآيات التي تدل أو الآية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب سؤال خامس يمكننا التعرف على عدمتنا من خلال التأمل في خلقه يستخرج من الآيات السابقة دليلاً مادياً على عدمته تعالى هو إذن الدليل من القرآن أو من الآيات اللي اكتبت القبل خلق الله تعالى إذن هنا الدليل المادي إذن هنا من الآيات السابقة اللي شفناه هو خلق الله تعالى للأرض وتسخيرها للناس إذن هايك هنا في الآية إذن هنا والذي جعلكم الأرض دلولاً فمشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور إذن الدليل المادي هو خلق الله تعالى هو خلق الله تعالى هو خلق الله تعالى هو خلق الله تعالى للأرض وتسخيرها للإنسان وتسخيرها للإنسان وتسخيرها للإنسان إذن هو خلق الدليل هو خلق الله تعالى للأرض وتسخيرها للإنسان وتسخيرها للإنسان إذن كتبنا بالنسبة لجواب السؤال الخامس ننتقل إلى السؤال السادس أصوم من أركان الإسلام أذكر بقية الأركان بقية الأركان إذن كتبوه بقية الأركان ججن قط ماذا؟ إذن الشهادتان الشهادتان إقام الصلاة أو إقامة الصلاة إقامة الصلاة إقامة الصلاة كذلك إيتاء الزكاة إيتاء الزكاة إيتاء الزكاة ننتقل إلى السؤال السابع أضع ما يأتي في جدول أتي تأخير الصحور تعمد قائي النية الإقامة إذن شروط الصيام إن دور تأخير الصحور فهو من سنن الصيام تأخير الصحور تأخير الصحور فهو ماذا من سنن الصيام مشو بالنسبة تعمد القائفة هو من مفسدات الصيام تعمد الشمس تعمد القي فهو من مفسدات الصيام أنية إذن أنية فهي من فرائد الصيام أنية من فرائد الصيام وقالنا شروط الصيام إذن شفنا بقتنا الإقامة إذن الإقامة من شروط الصيام إذن الإقامة إذن تقل السؤال الثامن من خلال نصف ضد عيامة هو شرط الصيام الذي لا يتوفر في الجد إذن الشرط الصيام الذي لا يتوفر في الجد هو الصحة إذن هو صحة أو عدم الاستطاعة إذن الشرط الصيام الذي لا يتوفر في الجد الذي لا يتوفر في الجد هو الصحة هو الصحة أو الاستطاعة هو الصحة نعم إذن كتبنا الجواب انتقلوا بالنسبة السؤال التاسع ما هو حكم صلة الترويح؟ هل هي مفروضة أو مسنونة؟ بالنسبة حكم صلة الترويح فهي سنة مؤكدة فهي مسنونة إذن السؤال العاشر طلب منك أبوك أن لا طلب من أولئك الأطفال ما هي الصفات صاحب الذي تحب أن تتخذه صديقا؟ إذن الأخلاق الحسنى صفات صاحب الذي يجب أن تتخذه صديقا؟ الصلاة الأخلاق الحسنى الطيبة البعد عن الردئ إذن صفات الصاحب أو الذي تحب إذن صفات الصاحب أو صاحب إذن صفات الصاحب إذن صفات الصاحب الذي أو الذي تحب أن تتخذه الذي تحب أن تتخذه إذن خلصنا نضر إلى الصاحب الصالح إذن الصفات الجيلة اللي شفتها إذن أن تتخذه صديقا؟ إذن صديق كين صديق السوء؟ صديق الصالح إذن بالنسبة قتبوا صفات الصلاحة يعني أن يكون صالحة أن يكون ذو أخلاق حسنة يعني الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة أن يكون طيبة أو طيبة يعني طيب الطيبة وأن يكون يعني يبتعد عاني الردائل يبتعد عاني الردائل إذن طيبة البعد عني الردائي تقل السؤال أجب بصحيح أو خطأ إذن قرأ الجملان جوب صحيح أو خطأ اقتصر الدعوة الجهرية على مكة وأهلها إذن خطأ إذن بالنسبة عمل رسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش بالمثل إذن عمل رسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش بالمثل وانتقم منهم عند فتح مكة خطأ لم يعاملهم بالمثل بل عملهم بالحلم وعين الرحمة إذن هذا بالنسبة جواب خطأ تراجع ياسر صلى الله عليه تراجع ياسر إذن هذه رضي الله عنه إذن تراجع عن إسلامه بعد تعرضه للتعذيب إذن تعرض ياسر تراجع ياسر عن إسلامه بعد تعرضه للتعذيب خطأ إذن هنا خطأ خطأ ننتقل إلى الجملة الرابعة قرر أصحاب جنة أن يحرم المساكين حقهم أحرق الله جنتهم صحيح شتوف أصحاب الجنة إذن هنا صحيح إذن صحيح نعم إذن هنا بالنسبة إذن هذا تراجع ياسر رضي الله عنه إذن هنا إذن تقل السؤال الموالي شعر جدك بالحزن والقنط بسبب عزي عن السيام وأداء صلاة التروح في المجد بماذا تنصحه إذن أنصحه بعدم يعني أن لا يقنط من رحمة الله بالرضى الرضا بالقضاء والقدر والتفاول وتجنب اليأس والقنط من رحمة الله إذن أنصحه بالرضى إذن أنصحه بالرضى أنصحه بالرضى أنصحه بالرضى بالرضى بالقضاء والقدر بالقضاء والقدر بالقضاء والقدر وكذلك بالتفاول والتفا التفاول وعدم تجنب اليأس إذن أنصحه بالرضا بالرضا بالقضاء والقدر والتفاؤل وتجنب اليأس والقنوط من رحمة الله يعني تجنب اليأس والقنوط من رحمة الله نعم إذن تقل السؤال الموالي أكمل حديث الرسول صلى الله وسلم حول فضل اقتلاوة القرآن قال الرسول صلى الله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إذن نكتب هذا الحديث اقرأ وارتقي إذن اقرأ وارتقي إذن اقرأ وارتقي إذن اقرأ وارتقي ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها عند آخر آية تقرأها نعم إذن هذا بالنسبة الحديث إذن هنا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بعد آخر آخر نعم شكرا إلى اللقاء